السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة احنا في المحاضرات السابقة كلها اتكلمنا على الاحصاء الوصفي يعني مثلا بشكل مختصر كده اتكلمنا على بعض المفاهيم والتعريفات في علم الاحصاء ثم امتقلنا الى المقيص الاحصائية لتوصيف البيانات توصيف التمركز او التوسط باستخدام الوسط والوسيط والمنوال توصيف التباين او التشتت او الاختلاف في البيانات من خلال المدى والتباين والحراف المعياري وغيرها من المقيص وقلنا في الكثير من المقيص التي تستخدم في توصيف البيانات واخدنا برضو بنوع من انواع الاحصاء الوصفي الارتباط والانحضار البسيط ولكن كان برضو ما زال في نطاق الاحصاء الوصفي الحقيقة احنا نرجع خطوة وراء علم الاحصاء زي ما قلنا يمكن تقسيمه الى قسمين او نوعين اساسية قسم الاول هو الاحصاء الوصفي توصيف ما لديك من بيانات الخطوة او النوع الثاني من الاحصاء وهو الاحصاء الاستدلالي اي الانتقال من العينة محل الدراسة الى التعميم على المجتمع او الانتقال من العينة المسحوبة من المجتمع محل الدراسة للتعميم على المجتمع طبعا التعميم هنا بيعتمد على أدوات رياضية واحتمالية يعلم الإحصال الاستدلالي هدف الأساسي تعميم النتائج من العينة إلى المجتمع محل الدراسة لأن الحقيقة عندما تم سحب العينة لم يكن الهدف الأساسي هو العينة محل الدراسة وإنما كان الهدف هو المجتمع الذي تم سحب العينة منه وبالتالي بعدما يتم سحب العينة ودراسة ما بها من بيانات يبقى الهدف والتعميم على المجتمع محل الدراسة علم الإحصاء قبل الاعتماد على علم الاحتمالات كان مجرد عمليات حسابية ومجرد تعداد لكن الحقيقة تقدم جدا علم الإحصاء من خلال بناءه على نظريات مختلفة من أهمها نظرية الاحتمالات وبالتالي لا يمكن التحدث عن الإحصاء الاستدلالي بدون الرجوع إلى علم الاحتمالات طبعا بما أن طلبنا في الدراسات العليا اللي أنا براشرح لهم مش تخصص إحصاء وبالتالي يمكن اختصار الجزء بتاع نظرية الاحتمالات بدنا نقدم تعريف علم الاحتمالات أو تعريف الاحتمالات والتوزيع الاحتمالي من خلال فكرة بسيطة بالاعتماد على الجدول التكراري وفي آخر المحاضرة إن شاء الله حن ننوه على أن هناك العديد من التوزيعات الاحتمالية الموجودة في علم الاحتمالات والتي يعتمد عليها علم الإحصاء وحنقول أسماء التوزيعات دي وأنواحها لكن دلوقتي أنا اللي هميني في المحاضرة دي هي الفكرة العامة لمعنى التوزيع الاحتمالي وكيف يتم استخدام التوزيع الاحتمالي لحساب بعض المقاييش مثل الوسط والتباين بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بها الإحصاء الوصفي يبقى في البداية كده نبدأ بيعني إيه توزيع تكراري الحقيقة أنا قدامي مثال بسط جدا أهو يعني المثال ده بيتكلم على المثال قدامنا ده بيتكلم على الجدول في المتغير محل الدراسة هو عدد الأطفال أنا افترض في عندي ألف أسرة الألف أسرة دول كل أسرة منهم تم سؤالها عن عدد الأطفال يعني عدد الأطفال لدى كل أسرة وتم تدوين البيانات واضح جدا أنه من العينة محل الدراسة واللي هم الألف أنا عندي هنا أقصى عدد الأطفال في الأسرة هم ست إيه ست أطفال يعني في أسر عندها طفل واحد طفلين تلاتة وهكذا هنا عملنا جدول تكراري بسيط وده من أدوات الإحصاء الوصفي الحقيقة هو الجدول التكراري أنه بنحاول نعمل عملية تلخيص للبيانات في جدول بسيط ومفيد الجدول التكراري اللي قدامنا ده فيه المتغير محل الدراسة هو عدد الأطفال وأنا سميته هنا سين وبعدين لكل قيمة سين تم حساب عدد الأسر وسميناه كافل والتكرار للتبسيط يعني يبقى كم أسرة عندها طفل واحد البينة أو العينة أضافة ايه أو أوضاحة النومية كم أسرة عندها فقط طفلين 200 وهكذا 300 طبعا بين جدا أكثر الأسرة عندها 3 أطفال عند 450 من الألف وبعدين كم أسرة عندها 4 أطفال 150 كم أسرة عندها 550 وهكذا ده فهم الجدول حقيقة الجدول ده بنسميه الجدول التكراري وهو مهم جدا ببسط البيانات ويمكن طبعا مع الجدول رسم بعض الرسومات البيانية اللي توضح المعلومات الموجودة في الجدول الجدول ده أصبح دلوقتي حول البيانات الخام لعدد الأطفال في كل الأسرة إلى معلومة جديدة في جدول بسيط وده من أهم ذوات علم الإحصاء الوصفي وهو الجدول التكراري الحقيقة أنا عايز أبدأ أستخدم الجدول التكراري لتعريف الاحتمال لو بصنا على الجدول اللي قدامنا ده يمكن من التكرارات اللي مسميها كاف يمكن حساب التكرار النسبي والتكرار النسبي بشكل بسيط إن كل تكرار يتم قسمته على المجموع الكلي للوحدات محل الدراسة هنا في العيين عندنا يعني مثلا عندي التكرار الأول هو 100 لو أسمنا 100 على 1000 يديك 1 من 10 طبعا هنا الرموز باللغة الإنجليزية مفيش مشكلة الأرقام ويعني مفيش مشكلة يبقى أنا عندي هنا الفكرة وما فيها إنه يمكن حساب التكرار النسبي من خلال الجدول التكراري كيف يتم ذلك؟ يتم قسمة كل تكرار على المجموع الكلي يعني مثلا عند العدد الأطفال سين بشاة واحد كم عدد الأسر؟ 100 ده التكرار التكرار النسبي 100 على 1000 يديك 1 من 10 وبالتالي ده أول تكرار نسبي موجود ده اسمه التكرار النسبي يمكن حساب كل التكرارات النسبي بنفس الطريقة يعني لو نزلنا أخذنا الجدول كاملا حنلقى بالنسبالي هو ده التكرار النسبي العمود الأخير الحقيقة فيه حننتقل دلوقت من تعريف من جدول التكراري والتكراري النسبي إلى تعريف الاحتمال الحقيقة فيه مدارس كتيرة فيه في علم الاحتمالات بتعرف الاحتمال نفسه فيه مدرسة وده الأشهر فيه العلوم الاجتماعية الحقيقة ممكن تعريف الاحتمال على إنه التكرار النسبي ده بيسموه التعريف التجريبي بشكل وبآخر للاحتمالات يبقى أصبح كل تكرار نسبي يمكن النظر إليه على إنه احتمال وبالتالي من الجدول التكراري اللي قدامنا ده أنا سميت على طول العمود ده على إنه التكرار النسبي آسف سميته الاحتمال يبقى عندي هنا أول جزئية التكرار النسبي يمكن استخدامه في تعريف الاحتمال وبالتالي كتبت حه سين أي احتمال كل قيمة لسين يبقى سين هو عدل الأطفال وحه سين يعني الاحتمال يبقى ده ممكن تستخدم العمود الأخير على إنه هو الاحتمال من خلال التكرار النسبي وبالتالي ده أحد تعريفات الاحتمال لو أخذنا كل القيم للمتغير سين والمقابل لها من التكرار النسبي في شكل احتمالات العمود الأول والعمود الأخير يمكن ده تسميته التوزيع الاحتمالي التوزيع الاحتمالي هو كل قيم المتغير محل الدراسة وما لها من قيم مقابلة من الاحتمالات محسوبة في الحالة عندنا من التكرار النسبي دي يعني لو أخذت الجدول اللي قدامنا ده واستغنيت خالص عن التكرار اللي هو العمود اللي في النصف يعني مثلا ممكن نعمل عملية كده يعني لو استغنينا خالص عن الجدول اللي هو العمود اللي في النصف ده آسف العمود اللي في النصف ده وفقط استخدمنا العمود الأول وهو سين والعمود الأخير احتمال سين ده بالنسبة لنا هو معنى التوزيع الاحتمالي ولكن في هذه الحالة الحقيقة ده بنسميه توزيع احتمالي متقطع ليه متقطع؟ لأن المتغير سين بيأخذ قيم معدودة أو محدودة وبالتالي هنا في شكل أرقام صحيحة يعني سين وهو متغير محل الدراسة بالنسبة لنا وعد الأطفال بيأخذ القيمة 1 2 3 وهكذا يمكن عد هذه القيم فبالتالي بيسميه متغير متقطع والتوزيع الاحتمالي قدامنا بيسميه توزيع احتمالي متقطع طبعا لما أقول كلمة توزيع احتمالي متقطع يبقى يجي في دماغك أنه بالتأكيد في نوع آخر من التوزيعات الاحتمالية نعم في حاجة يسميه توزيعات المتصلة أو المستمرة وده لما يكون عندنا الحقيقة فيه شرطين عشان نقدر نقول على المتغير مستمر أو متصل التوزيع نفسه الشرط الأولاني والمهم اللي أنا ممكن أقوله دلوقتي وسهل عليكم تعرفوا الحقيقة لو كانت قيم المتغير تأخذ قيم غير محدودة أو غير معدودة زي المقاييش كلها الوزن والطول والدخل دي ممكن ياخد أي قيمة بمعنى صح باللغة العربية أخذ قيم عشرية يعني مثلا عدد الأطفال ما ينفعش نقول عندي عدد الأطفال 1.5 3.5 4.5 ما ينفعش عدد أطفال بعدد قيم صحيحة ده أبسط وأكثر صور المتغير المتقطع المتغير المستمر للعكس أو عن نقيد اللي بيأخذ قيم عشرية أنا بسط التعريفات الأحصائية إنما تعريف المتغير المستمر الحقيقة أعقد من كده أو بيبقى بشكل مختلف باستخدام نظرية الفئات وغيرها طيب يبنى بالنسبة لي عندما يكون المتغير بيأخذ قيم محددة صحيحة في الأغلب بيسميه متغير متقطع والتوزيع الاحتمالي توزيع احتمالي متقطع على المقابل الآخر إذا كان يأخذ قيم غير محدودة أو غير معدودة وبالتالي حنسميه متغير متصل لكن أنا النهاردة الحقيقة أسهل نعرف التوزيع الاحتمالي ونقدمه باستخدام التوزيع المتقطع لأنه أسهل في التقديم طيب يبنى العمود الأول عدد الأطفال حنسميه سيم واحد اتنين إلى ستة وافترضنا هنا أن العينة اللي قدامنا أعلى عدد للأطفال هو ستة عشان بس هبحد يقول لي ليه ما فيش أكثر من ستة لا هو العينة اللي قدامنا لديتنا كده أني لما سألنا الناس كم طفل لكل أسرة كان أقصى عدد عندي هو ستة وكان عندي خمسين أسرة قالوا أنه عندهم ستة وخمسين أسرة لعندهم خمسة وهكذا كما تم الشرح سابقا يبقى فكرة التوزيع احتمالي أنك بتحاول الحقيقة لو أنا سألتك شؤال بسيط جدا ننتقل بقى إلى الاحتمالات لو أنا سألتك شؤال بسيط جدا تتوقع الأسرة عندها كم طفل تقول لي والله يعني ما فيش قيمة محددة ممكن تبقى واحد اتنين تلاتة طبعا أنا ما ظهرش عندنا صفر في العينة لكن ممكن تبقى صفر تمام كده وبالتالي الاحتمالات هي أداة لقياس عدم التأكد في الظواهر محل الدراسة يبقى لو أي أسرة أي أسرة قبل ما تسألها أنتوا عندكم كم طفل هنا عدد الأطفال في هذه الأسرة له قيمة غير أكيدة ممكن تبقى زي ما قلنا صفر واحد اتنين نظريا من صفر إلى ما لا نهاية ده كلام نظري من صفر إلى ما لا نهاية لكن عمليا زي ما أظهرت العينة قدامنا أنه من واحد إلى ستة يبقى أنا مش متأكد ممكن يبقى واحد اتنين تلاتة عدم التأكد ده في علم الإحصاء يتم قياسه من خلال الاحتمالات والحقيقة الاحتمالات فيها خاصية مهمة جدا أنه دايما في خاصيتين مهمين للتوزيع الاحتمالي المتقطع وده الأكثر استخداما يعني الخاصيتين دول أنا الحقيقة كتبتهم بشكل بسيط جدا أنه رقم واحد خاصية الأولى أنه دايما الاحتمال محصور ما بين صفر وواحد دايما الاحتمال محصور ما بين صفر وواحد لو بصت في الجدوى اللي قدامك فعلا هتلقى دايما قيمة الاحتمال ما بين صفر وواحد الخاصية الثانية لو كانت لديك كل قيم المتغير مجموعة احتمالات كل قيم المتغير المتقطع بالنسبة لنا هنا هتساوي واحد لو أنت جماعت فعلا كل القيم دي تلقى آخر قيمة في العمود بتساوي واحد ده مجموعة قيم الاحتمالات يبقى بشكل مختصر يمكن تعريف الاحتمال بالاعتماد على التوزيع التكراري وهو أداة لقياس عدم التأكد في كثير من الظواهر محل الدراس أي ظاهرة تأخذ قيم مختلفة ما عندكش قيمة أكيدة على طول تنتقل إلى الأداة المساعدة وأنك تحاول تعمل عملية قياس لعدم التأكد من خلال نظرية الاحتمالات أو من خلال الاحتمال الجدول اللي قدام الحقيقة هو اسمه الجدول التوزيعي أو التوزيع الاحتمالي المتقطع لو خدنا زي ما قلنا العمود الأول والعمود الثالث هو ده التوزيع الاحتمالي المتقطع قيم مختلفة للمتغير محل الدراسة والاحتمال لكل قيمة طبعاً الحقيقة في كل شغلنا البحث العلمي هنلقى كثير من الظواهر هي ظواهر غير أكيدة باللغة الإنجليزية وانت عايش تقيس عدم التأكد بأداة ما وبالتالي كل شغل البحث العلمي بيعتمد على الإحصاء الاستدلالي والعلم الإحصاء الاستدلالي هيعتمد على الاحتمالات يعني غالباً في شغلنا دايماً هنلقى نفسنا محتاجين نشتغل بيه نظرية الاحتمالات وده السبب اللي خلاني قبل ما أبدأ الحقيقة أقدم لي الإحصاء الاستدلالي واللي هنشتغل مع بعض على صوفت وير معين وحنسهل كل الكالكليشنز لازم كان نقدم تعريف الاحتمالات طيب وبالتالي أنا الجدول اللي قدامي ده ممكن أستفيد بيه في حاجات كثيرة جداً يعني مثلاً احنا قلنا عدد الأطفال في أي أسرة عدد غير أكيد قد يكون أي قيمة من واحد لستة كما أظهرت العينة محل الدراسة معنا دلوقتي الحقيقة من الجدول التوزيع الاحتمالي اللي قدامي زي ما قلنا لو تواجهلنا التكرار واشتغلنا فقط على عدد عدد الأطفال سين والاحتمال حاصين ممكن تسأل أسئلة منطقية السؤال الأولاني ما هو احتمال أن يكون عدد الأطفال أقل من أربعة في أسرة ما سؤال منطقي السؤال الثاني ممكن يكون ما هو احتمال أن يكون عدد الأطفال أكثر من ثلاثة في أسرة ما سؤال منطقي ممكن يكون سؤال رقم ثلاثة ما هو الوسط الحسابي لعدد الأطفال في أي أسرة انت عندك عدد أسر عندهم أطفال عايش تجيب وسط حساب المتوسط المتوسط ده احنا كنا بنحسبه لما احنا شرحنا في المخاضر رقم اتنين أو الجوش اللي احنا أخذنا فيه مقيس الإحصاء الوصفي الحقيقة قلنا لو عندك بيانات الوسط الحسابي مجموعة القيم على عددها لكن ده مش هينفع يتم في حالة التوزيع الاحتمالي ليه؟ لأن انت في التوزيع الاحتمالي عندك حاجتين عندك عدد الأطفال سين وعندك الاحتمال لكل قيمة وبالتالي انت عايز قانون تحسب به الوسط بيضم القيمتين دول مع بعض بياخد قيمة المتغير وفي نفس الوقت بياخد قيمة الاحتمال ده السؤال رقم 3 السؤال رقم 4 ما هي قيمة التباين والانحراف المعياري لعدد الأطفال في أسرة ما؟ أنا صغط الحقيقة للأربع أسئلة دول وده الطبيعي ونتوقع أي سؤال بالشكل ده لو عندك توزيع احتمالي سين واحتمال سين تتوقع يكون عندك التلاث نقاط دول نقطة الأولى والتانية هم نقطة واحدة إيجاد قيم احتمالات للمتغير محل الدراسة مثلا في المثال بتاعنا أوجد قيمة احتمال أن يكون عدد الأطفال أقل من أربع أطفال في أسرة ما أو أوجد احتمال أن يكون عدد الأطفال أكثر من ثلاثة من ثلاثة أطفال في أسرة ما طبعا أي عدد يمكن إيجاد الاحتمال ليه يعني دول شؤالين ممكن نقولك أوجد احتمال عدد الأطفال ما بين واحد واثنين ما بين واحد وثلاثة أقل من أكثر من وهكذا يبقى النقطة الأولى أو الخاصية الأولى أن التوزيع الاحتمالي يساعدك لإيجاد احتمالات لقيم معينة تساعد على قياس عدم التأكل طبعا أنا حجاوب على السؤالين الأول والتاني سريعا دلوقتي وننتقل إلى إجابة السؤال رقم 3 أو 4 محتاجين شوية التفصيل وده يبقى أهمية تقديم التوزيع الاحتمالي لقياس عدم التأكل طيب احنا أخذنا الكلام ده في الاعدادية في الثانوية لما أقولك من التوزيع الاحتمالي كأنه التوزيع التكراري هي هي لما أقولك أوجد قيمة احتمال أن يكون عدد الأطفال أقل من 4 من 4 أطفال في أسرة ما هتروح للجدول فين أقل من 4 اللي هو 1 و 2 و 3 دول أقل من 4 كلمة أقل من 4 يعني عدد الأطفال إما 3 أو 2 أو 4 يبقى الحقيقة بشكل بسيط جدا ان انا ده في الجدول هاخد الارقام التلاتة دول ده احتمال واحد احتمال اتنين احتمال تلاتة لما اقول اقل من اربعة يعني اما يكون واحد طفل واحد او طفلين او تلاتة يبقى ما هو احتمال ان يكون اقل من اربعة هنجمع التلات قيم دول مع بعض اللي هو واحد من عشرة زائد اتنين من عشرة زائد خمسة واربعين من مية حيديك خمسة وسبعين من مية يبقى إجابة السؤال الأولاني ما هو احتمال أن يكون عدد الأطفال أقل من أربع أطفال ده هيساوي زي ما قلنا 75 75 من 100 طيب طبعا معناه كده أن أغلب الأطفال أقل يعني معناه كده أغلب الأسر عندها أطفال أقل من أربعة لأن 75% ده معناها إيه معناها 75% طبعا هنا فيه يعني 75 من 100 مش 75 75 من 100 75 من 100 طيب لأن هنا معناه كده 75% ده احتمال أن يكون لدى الأسرة الحقيقة أقل من أربع أطفال ممكن تقرأ الطريقتين يعني ممكن قراءة 75 من 100 طريقتين الطريقة الأولى أن احتمال أن يكون لدى أسرة ما أقل من أربعة أطفال تقرأة صحيحة الجانب الآخر ده معنى الاحتمال وممكن تقرأ 75 من خلال معنى التوزيع التكراري أنه 75% من الأسر عندها أقل من أربع أطفال يبقى إما تقرأها بصيغة الاحتمال وصحيحة أو بصيغة التوزيع التكراري النسبي وهي صحيحة برضه خلاص يبقى 75 تفهمها بمعنىين بمعنى أن ده احتمال أن يكون عنده أسرة معينة أقل من أربع أطفال أو من ناحية التانية أنه 75% من الأسر لديها أقل من أربع أطفال هنا قوة نظرية الاحتمالات في أنها فعلا بتحاول تديك أداة لقياس عدم التأكد يبقى أنت عندك مجموعة من الأسر ما تعرفش عدد الأطفال عندهم قد إيه لكن من المعلومات اللي عندنا لما التوزيع التكراري اللي تم الحصول عليه تقدر توصف ده وتقول قبل مسأل أي أسرة أنا متأكد بنسبة 75% حيكون عندهم أقل من أربع أطفال إما طفل أو اثنين أو ثلاثة طبعا ده الحقيقة ده مثال بسيط ده كان يديك مفاتيح التفكير الرياضي والاحتمالي إزاي تستخدم ده في البحث العلمي خاصة لو أنا بقدم ده لطلب الدرسات عالية طبعا ممكن تاخد أي مشكلة بنفس الطريقة وتعتمد على العينة اللي عندك وتجيب التوزيع التكراري وتحاوله إلى احتمالات ويحاول يديك أداة أنك تبدأ تدي نتائج للاحتمالات طيب السؤال التالي بنفس الطريقة أوجد قيمة احتمال أن يكون عدد الأطفال أكثر من ثلاث أطفال طبعا الحقيقة أنا متعمد هنا حط السؤالين مكملين لبعض يعني لو بسيت على السؤال واحد والسؤال اتنين هتلاقهم في تكملة بلغة الإحصاء أو الاحتمالات متمم يعني واحد واثنين الحقيقة متممين لبعض ده أقل من أربعة يعني ثلاثة فأقل وده أكثر من ثلاثة يعني أربعة فأكثر فلازم يكون مجموع الاحتمالات بتاع الاتنين دول بساوا واحد فده لو كان خمسة وسبعين من مية يبقى ده حيكون خمسة وعشرين من مية لأن مجموحهم بساوي واحد لأن ده الحقيقة الاتنين بيكملوا بعض لكن مش لازم تكون الأسئلة بالصيغة دي ممكن يكون عندك سؤال الحقيقة مختلف عايش تجيب أوجد احتمال أن يكون عدد الأطفال ما بين مثلا اتنين واربعة طبعا متضمنا لتنين ولا أربعة يعني اتنين واربعة اتنين وتلاتة وأربعة وهكذا هنا بنفس الطريقة تقدر تقرأ تجاوب عليه إزاي أوجد قيمة الاحتمال أن يكون عدد الأطفال أكثر من ثلاث أطفال فحتاخد الأعداد قيم المتغير لأكثر من نفس الجدول أكثر من ثلاثة اللي هما الأربعة والخمسة والستة دولترات قيم الحقيقة واحتاخد الاحتمالات المقابلة ليهم وتجمحهم حيديك خمسة وعشرين من مية يبقى هنا عشان تجاوب على السؤال يبقى ده عبارة عن خمستاشر من مية زائد خمسة من مية زائد خمسة من مية بيساوي خمسة وعشرين من مية ده الإجابة لو عايز تعلق عليها ممكن تعلق عليها زي ما قلنا بصغطين إما الصيغة الأولى صيغة الاحتمالات تقول أي أن احتمال أن يكون لدى أسرة ما أكثر من ثلاثة أطفال يساوي خمسة وعشرين من مية أو ممكن تستخدم لغة التوزيع التكراري وتصغده في شكل نسبة تقول هذا معناه بأن نسبة الأسر التي لديها ثلاثة أطفال فأكثر ده أكثر آسف أكثر من ثلاثة أطفال ده بيساوي خمسة وعشرين في المية أو خمسة وعشرين في المية من الأسر لديها أكثر من ثلاثة أطفال يبا هنا مهم جدا كيفية تفسير النتائج يبا أنا أقدم دلوقتي التوزير الاحتمالي نعم مهم أنا عايز أشرح معنى التوزير الاحتمالي لكن الحقيقة في نفس الوقت عايزك تحاول تشوف كيفية تفسير النتائج وده مهم للدرسات العالية طبعا أنا هنا بقدم حاجات بسيطة لكن المهم حنشوف بعد كده كيفية استخدام ذلك في الاستدلال الإحصائي وده الهدف بتاعنا الاحتمالات في حد ذاتها ده تخصص كامل إحنا يعني مش هدفنا نغطي كل الاحتمالات أو نظرية الاحتمالات وإنما فهم تعريف الاحتمال يعني إيه واستخدامه في صياغ بعض المشكلة طيب إحنا جاوبنا كده على السؤال واحد واتنين هنبدأ نجاوب على السؤال تلاتة وأربعة والحقيقة تلاتة وأربعة ليهم قوانين السؤال الرقم تلاتة بتاع الوصل الحسابي أو التوقع بيسموه وأربعة بتاع التباين والحراف المعياري أفكركم سريعا كده على جنب يعني بعيدا عن القوانين اللي هقولها حالا طبعا أنا يعني كتبت القوانين والحل معاهم أفكركم بس سريعا كده إحنا في مقييس الإحصاء أخدنا كيفية حساب الوسط الحسابي الوسط الحسابي بشكل بسيط جدا قلنا عليه إيه قلنا بشكل بسيط بيساوي مجموع القيم مجموع طبعا بكتب الماوش فيعني الخط مش واضح أوي مجموع القيم على ممكن نبصل دي مجموع القيم على عددها طبعا ده في حالة عينة عشوائية في حالة عينة عشوائية يعني بيانات خام من عينة عشوائية وبالتالي موودة عندك كل القيم فيش عندك قصة الاحتمالات فيش عندك توزيع تكراري بتحت استخدم القانون ده وقلنا في الحالة دي ممكن تسميه سين شرطة بتساوي مج سين مقسوما على نون مج سين يعني مجموع القيم نون يعني عدد القيم وسين شرطة رمز الوسط الحسابي أحيانا كنا نكتب الرمز سين شرطة لأنه ميو طبعا رمز ميو يعني الرمز بشكله بأخر ده حرف يوناني بيستخدم فيه الإحصاء زي ما يعني بعض العلوم الأخرى بتستخدم الرموز دي لكن سواء استخدمت ميو أو سين شرطة وأخذنا قانون للتباين برضو بنفس الطريقة أفكركم به قلنا سمينا التباين عين تربيع وأحيانا بيسموها سيجما سكويرد أو سيجما سكوير اللي هو التباين برضو سواء الرمز ده أو الرمز ده مفيش مشكلة وده بيساوي القانون أخذناه بالشكل التالي مجموع سين نائس سين شرطة الكل تربية على نون لو كان محسوب من المجتمع أو نون نائس واحد لو محسوب من العينة ده اللي احنا أخذناه قبل كده ويطبعنا عليه الحقيقة القوانين اللي اتنين دول بيفترضوا عندك عين عشوائية أي أن كل قيمة لها نفس الاحتمال في حالة التوجيه الاحتمالي اللي قدامنا اللي هو أهو سين عدد القيم وعندك كل قيمة لها احتمال الحقيقة القوانين دي لا يمكن استخدامها ليه؟ لأن القوانين دي بتفترض اللي قدامنا اتنين دول ده بيفترض كل قيمة لها كل قيمة لها وبالتالي التعديل القوانين هنا مطلوب زي ما قلنا لأن ده بيفترض كل قيمة لها نفس الاحتمال يعني القيم تأخذ احتمالات متسوئة الحقيقة الجذر هنا بيقول عكس تماما وبالتالي أنا عندي مثلا القيمة الأولى واحد لعدل الأطفال بتأخذ احتمال واحد من عشرة أما القيمة تلاتة بتأخذ الاحتمال خمسة واربعين من مية في فرق كبير وبالتالي كان لازم يتم تعديل القوانين الاتنين اللي قدامنا دول طيب احنا فعلا تم التعديل أهو وبالتالي من توزيع الاحتمال المتقطع كما هو في الشكل الأمامنا هيكون متوسط التوزيع الاحتمالي هنسميه زي ما قلنا ميو أو ممكن تسميه شين شرطة ما فيش مشكلة لو عايز خلاص ميو اللي هو توقع سين بيسموه هنا توقع سين يعني فيه تلات كلمة توقع أو القيمة المتوقعة أو الوسط الحسابي أو المتوسط دي كلها الحقيقة يعني قيم أو آسف كلها قيم كلها مسميات لنفس الشيء ألا وهو الوسط تمام الوسط الحسابي طيب ميو أو التوقع حيساوي هنا القانون أنا كاتب الطريقة الحقيقة مج سين مضروبة في احتمال سين يعني عشان تجيب المتوسط أو التوقع من التوزيع الاحتمالي محتاج تجيب عمود جديد العمود الجديد أنا الحقيقة جيبته ممكن بس يعني وضح الحاجة أكثر أهو يبعش نجيب هنا التوقع محتاجين نجيب عمود جديد هو عبارة عن كل قيمة مضروبة في احتمالها يعني سين مضروبة في احتمال سين القيمة الأولى عبارة عن واحد مضروبة في احتمالها واحد من عشر أو عشر من مية حيديك عشر من مية القيمة اللي بعدها اتنين مضروبة في احتمالها اتنين أو عشرين من مية يديك أربعين من مية القيمة التالتة تلاتة مضروبة في احتمالها خمسة واربعين من مية لو عملت كده الحقيقة ده حيديك هنا واحد ويه خمسة وثلاثين من مية وهكذا لكل القيمة أخر قيمة ستة مضروبة في احتمالها خمسة من مية يديك تلاتين من مية اجمع الاحتمالات دي كلها يديك تلاتة يبقى ثلاثة الحقيقة هو عبارة عن مجموع سين في احتمال سين وبالتالي بقى المتوسط بشكل مختصر من العمود اللي احنا جيبنا فيه سين مضروف احتمال سين هو المجموع يديك ثلاثة أي أن متوسط عدد الأطفال بيساوي ثلاثة يعني بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنشرح معنى التوسط أو التمركز للبيانات في المقيس الإحصاء الوصفي هو نفس المعنى للتمركز هنا في التوزيل احتمالي لما التوزيل الاحتمالي ده بيأخذ المتغير محل الدراسة وهو عدد الأطفال بيأخذ قيم مختلفة من واحد إلى ستة ولكن أغلب هذه القيم تتمركز حوله أو تمركزها هو القيمة رقم ثلاثة يعني تتوقع لأي أسرة قبل ما تسألها عدد الأطفال تقريبا هيكون ثلاثة وده معنى التوقع أو التمركز أو التوسط فيه طبعا ملاحظات كتير على التوقع ولكن دي مش قضية دلوقتي خالص لمنى كيفية حساب الوسط الحسابي أو التوقع من توزيع الاحتمالي من خلال القانون اللي قدامنا مجموع سين مضربة فيه احتمال سين بيساوي يديك القيمة طيب كده احنا شرحنا أو جاوبنا على السؤال رقم ثلاثة السؤال رقم اربعة اوجد التباين والحراف المعياري لعدل الأطفال الهدف هنا عايز تجيب التشتت والاختلاف حول التمركز يبقى اذا كان توقعك أو متوسط عدد الأطفال بيساوي ثلاثة لكن في نفس الوقت فيه اختلاف في زيادة أو نقصان حول التلاتة كيف يتم قياس الزيادة والنقصان حول التمركز زي ما قلنا سابقا من خلال التباين والحراف المعياري وقلنا فيه فرق بين التباين والحراف المعياري فرق ما بينهم انه التباين مقياس القيم مربع للحراف المعياري افضل لانه الحقيقة بيديك نفس واحد القياس للقيام محل الدراسة اي انه الحراف المعياري بشكل طبيعي جدا هو الجذر التربيعي للتباين يعني مجرد ما تحصل على التباين هتحسب الحراف المعياري بانه الجذر التربيعي للتباين طيب برضو قلنا قانون بتاع التباين محتاج تعديل الحقيقة احنا بنسميه زي ما قلنا عين تربيع او سيجما سكوير بيعني الرموز المعروفة التباين حيساوي القانون بتاعنا كالتالي مجموع افتح قوس سين ناقصين شرطة او سين ناقص ميو لكل تربيع مضروبة في احتمال سين يبقى عشان احسب التباين الحياة محتاج حاجتين محتاج الاول طبعا ميو هنا خلي بالكم هي التوقع او ايه الوسط اللي احنا حسبناها حالا دلوقتي بكام؟ بتلاتة يبقى تباين التوزيع الاحتمالي في الحالة بتاعتنا عايزين نجيب الحقيقة اما على مرحلتين او مرحلة زي ما شايفوا أسهل عايز الاول تجيب لكل قيمة سين تطرح منها التوسط وتربع ده الجزء الاولاني مجرد ما تحصل على هذا الجزء هتضربه في احتمال السين مضروبا في احتمال السين انا الحقيقة هنا في الشرح عملته على مرتين المرة الاولى جبت سين ناقص التوقع لكل تربيع طبعا سين ناقص ميو او سين ناقص سين شرطة ترميز مش مهم بالنسبة لنا مدام يعني مفهوم يبقى سين ناقص سين شرطة او سين ناقص ميو لكل تربيع يعني معناها ايه ده؟ كل قيمة السين هتطرح منها الوسط اللي هو التلاتة في حالتنا وتعمل عملية تربيع اول قيمة كام للمتغير سين واحد تبقى واحد ناقص تلاتة سالب اتنين سالب اتنين تربيع باربع القيمة التانية اتنين ناقص تلاتة بسالب واحد سالب واحد تربيع بواحد القيمة التالتة تلاتة تلاتة ناقص تلاتة بصفر صفر تربيع بصفر وهكذا الان اخر قيمة ستة ستة ناقص تلاتة بتلاتة تلاتة تربيع بتسعة احنا جيبنا الجوز الاول من التباين سين ناقص ميول كل تربيع نطلوب مننا كل قيمة من دول نضربها فيه لاحتمال اللي هو العمود التالت زي ما احنا قلنا وده مهم جدا عشان نبقى هنا ناخذ في الحسبان من احتمال كل قيمة وبالتالي كتابت القانون اهو رأس العمود سين ناقص ميول كل تربيع مضروبة فيه احتمال سين يعني اول رقم اللي هو الاربعة مضروف في احتماله اللي هو كام عشرة من مية يعني اربعة في عشر من مية باربعين من مية. ده اول قيمة. التانية واحد في عشرين من مية بعشرين اه من مية. بعد كده صفر فيه بصفر وهكده. لما تخلص كل هذه القيم كده انت جبت كل قيمة سين نقص ميول كل تربية في احتمال السين. مجموحهم. ده يديك مجموع سين نقص ميول كل تربية في احتمال السين. وده هو تعريف الحقيقة التباين. يبقى التباين بشوكام واحد واربعة من عشرة طبعا مطلوب مننا الحقيقة التباين قلنا هنا واحد واربعة من عشرة خلي بالك وحدة القياس للمتوسط ده معناه ثلاثة اطفال او ثلاثة طفل يعني وحدة القياس عندنا هنا ايه طفل لكن في حالة التباين وحدة القياس واحد واربعة من عشرة طفل تربيع ده وحدة الايه القياس للتباين وهي الحقيقة مختلفة عن وحدة قياس البيانات بتاعتك محل الدراسة وشرح وتفسير التباين حيبقى يعني بقول عليه كده يعني غير منطقي فطبيعة جدا حنجيب الحقيقة الجذر التربيعي لواحد واربعة من عشرة عشان يبقى بالنسبة لنا هو ده معنى الانحراف المعيان الحقيقة طبعا بالقالة لو حسبت الجذر التربيعي لواحد واربعة من عشرة يعني لو سمينا ده مثلا سيجما اللي هو بيساوي طبعا أو يعني عين الجذر التربيعي الواحد واربعة من عشرة طبعا لو بالعربي تبقى في شكل فصلة ده تقريبا بيساوي واحد واثنين من عشرة تقريبا واحد واثنين من عشرة طفل طبعا في المقيس المتوسطات طبعا عادي لو المتغير أصلا قيم صحيحة ينفع يظهر بقيم غير صحيحة ده معنى ايه؟ معنى متوسط الأطفال في كل أسرة تقريبا ثلاث أطفال بانحراف معيار واحد واثنين من عشرة طفل وقلنا ده معنى الزيادة أو النقصان حول التمركز وده شرحناه كثيرا معنى الانحراف المعيار طيب كده بقى أنا الحقيقة كده أنهيت معنى كيفية تقديم الاحتمال وتعريف التوزيع الاحتمالي من خلال الجدول التكراري وده الأسئلة الطبيعية جدا اللي ممكن يعني نعتمد على التوزيع الاحتمالي في الإجابة عليها إما الإجابة على أسئلة خاصة باحتمالات لقيم معينة للمتغير وإما إيجاد توسط القيم لهذا المتغير وإما إيجاد التباين أو انحراف المعياري لهذا المتغير لمعرفة الزيادة والنقصان حول التمركز القيم الحقيقة ده مقدمة بسيطة ومختصرة عن التوزيع الاحتمالي من خلال الاعتماد على التعريف التجريبي أو من خلال الاعتماد على التوزيع التكراري النسبي لو حبينا ناخد نظرة أعام هناك طبعا علم الاحتمالات أو نظرية الاحتمالات والتوزيعات الاحتمالية علم الحقيقة واسع جدا وفقا لخصائص المتغير وخصائص التوزيع الاحتمالي للمتغير يمكن تقسيم التوزيعات الاحتمالية إلى توزيعات الاحتمالية المتقطعة والتوزيعات الاحتمالية المتصلة في عندي أنواع مختلفة للتوزيعات الاحتمالية من أهمها في علم الإحصاء تطبيقا واستخداما توزيع ثناء الحدين توزيع البواصون توزيع هندسة كتوزيعات متقطعة وكذلك في التوزيعات المتصلة في عندي التوزيع الطبيعي توزيع الأسي توزيع المنتظم وزي ما قلنا سابقا في نفس المحاضرة أنه أغلب الطرق الإحصائية المستخدمة في الاستدلال الإحصائي بتعتمد على توزيعات احتمالية ومن أهمها على الإطلاق هو التوزيع الطبيعي يسمون Normal Distribution والمفترض كان أن أقدم لكم التوزيع الطبيعي ومسائل عليه وزي نطبق لكن أنا اكتفيت بتقديم الجدول التكراري ومنه التوزيع الاحتمالي المتقطع في شكل جدول وده نوع خاص من أنواع التوزيعات الاحتمالية الحقيقة إن شاء الله هنكمل كيفية استخدام التوزيعات في الاستدلال الإحصائي لكن أنا هكتفي باستخدام البرامج برنامج الإحصائي المشهور ومش هنحتاج نحسب بأيدينا كل الحسابات هتبقى الحقيقة محسوبة لنا وحنبدأ نقدم للاستدلال الإحصائي بشكل أو بآخر طبعا كان فيه اعتمادا على التوزيع الاحتمالي في حاجة اسمه التوزيعات المعينة وغيرها لكن هنبدأ على طول في الاستدلال الإحصائي وتقديمه إن شاء الله من المحاضرات القادمة أتمنى نكون في المحاضرة البسيطة دي يعني خدنا فكرة عن التوزيع الاحتمالي وأنواحها وكيفية استخدامها في قياس عدم التأكد لظواهر ما شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم